وفي ديالا أيضا طالبت مرشحة تحالف القرار العراقي نجاة الطائي بإعادة العد والفرز يدويا لأن الفرز الإلكتروني مشكوك فيه وتسبب بهدر آلا في الأصوات اليوم العملية الانتخابية في ديالا مشكوك بيها وصار بيها تزوير جدا كبير كنا بالسابق نقول الانتخابات السابقة فيها تزوير 80% 70% لكن اليوم هذه الانتخابات تزوير 100% سرقت أصواتنا سرقت جهودنا أنا شخصيا عندي أصوات كثيرة جدا كل أهل ديالا يشهدوني بالشارع بيوم الانتخابات كلها هنتني قالوا نجاة الطائف فائزة اكتسحت الأصوات أين ذهبت أصواتي أنا من هذا المنبر أطالب عادة العد والفرز يدويا لأن حقيقة هذه الأجهزة ظلمتنا وحقيقة سوء اختيار اللي عاملين على المحطات هم هدروا جهودنا وأصواتنا شخصيا عندي 162 صوت في محطة واحدة فقط في محطة واحدة 162 صوت أنا خسارت بسبب جهل اللي موجود على المحطة في مدرسة المجد هاي وحدة من آلاف المحطات شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة